السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو النهاردة حيكون عدري التفصيل فستان سوري للأطفال لعمر عشر سنوات حنتعلم مع بعض طريقة القص والتأفيل باحترافية بأسهل طريقة للمبتدئين تابع معايا الفيديو الآخر الفستان لعمر عشر سنوات الأمطار والخمات المستخدمة 3 متر ستان مارلين ومتر طول مطرز و3 متر طول خيال وشريت جومي حطبق الطول نصين بالشكل ده البرصل على البرصل هيكون الطول كل تلاتة وتسعين معايا نص يعني وحطلع اتنين سنتي كده أسيبه مجاعة البرصل للسوستات تمام؟ وحطلع من تحت الفوق تلاتة وتلاتين سنتي وحدد علامة بالمرق وحنزل من فوق لتحت ستين سنتي اللي هو لحد نقطة الوسط اللي أنا حددتها وعمل النص دايرة بتاعة الوسط بتاعة الكلوش تمام؟ أنا عايزها واسعة كده تمام؟ وبعدين حسبت المتر من فوق وأعمل آآ نص دايرة بتاعة الديل الكلوش تمام؟ يعني بتنزلي تلاتة وتسعين سنتي وتعمل النص دايرة بتاعة الديل الكلوش وبعد كده بتقصي على الحدود اللي أنت رسمتيها مهم تكوني مسبتة آآ يديك من فوق وانت بتلفي النص دايرة بتاعة الوسط أو الديل الكلوش وده كده قصينا الكلوش صغيرة تمام؟ بعد كده آآ هعمل الطب جزء الأعلى من الفستان هشتغل في الخلف الأول طبقت البرصل على البرصل سبت اتنين سنتي جهة البرصلة علشان السستة بعد كده برسم خط وهمي بالشكل دا علشان هدخل عليه داخلة الرقبة ستة سنتي تمام من بعد الاتنين سنتي اللي أنا سايبهم للسستة وبعدين أنزل آخر الكتف اتنين سنتي وخدت طول الكتف تسع سنتي بالشكل دا المأسات اللي بقولها طبعا شاملة الخياطة بنزل من النقطة دي تلاتة وتلاتين ونص سنتي طول الطب تمامه وبعد كده برسم خط الوسط بالشكل دا طبعا يساعدنا اشترككم معنا في القناة تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ونزلت من النقطة دي ستتاشر سنتي للجير واو حرضة الابت بعد كده حددت ربع دوران السدر ستتاشر ونص وربع دوران الوسط أربحتاشر ونص وبعد كده رسمت خط الجنب اللي هو خط الخياطة وبعد كده طلعت خمسة سنتي زيادات في حالة الاحتياج للتوسيع لازم تسيبي زيادات وبعد كده رسمت الخط النهاية بتاعت الزيادات وطلعت من آخر الوسط بواحد ونص سنتي وعدلت خط نهاية الوسط تمام بالشكل دا بعد كده رسمت حرضة الابت او الجيرو المسافة من عمق الجيرو لحد قبل خط السوسة 14 سنتي بعد كده نزلت 3 سنتي عمق رقبة الخلف تمام وبعد كده حقص على الحدود اللي انا رسمتها بعد كده طبقت جزء من الستان بالشكل دا علشان حبدأ ارسم الامام للطب الجزء الاعلى من الفستان طبعا في الامام الجزء لناحية ايه دا بيكون مقفول بعد كده بحط عليه بطرون الخلف اللي قصيته بطلع على الـ 2 سنتي اللي كنت سايبهم للسوسة البرة وبعد كده بقص على نفس الشكل وبعد كده بعمل التعديلات دي على بطرون الامام مازل عمق رقبة الامام 6 سنتي وبدخل عمق جيرو سنتي كمان تمام وبعد كده ببدأ اشيل الزيادات دي يعني المسافة من عمق الجيرو لحد المنتصف 13 سنتي وبشيل الزيادات اللي في الرقبة ومن عند الجيرو او حرضة القبط في الامام بالشكل دا لو بتعملي الموديل بتاعك مقفول من قدامه من وراه يعني كده انت قصيتي الامام والخلف بس احنا طبعا هنعمل تعديلات عليه هنقص على نفس الشكل دا من الامام والخلف طبقة الطل المطرس زي ما انتو شايفين كده بعد كده هعمل التعديلات دي في الستان من الامام هنزل 11 سنتي يعني تقريبا طول الحمالة وبعمل خط بالطريقة دي علشان حفصل الجزء دا علشان هيكون شفافة مش آآ مش ستان يعني مش مقفول ستان انما انت لو عايزها مقفول ستان زي كده مثلا لو المناسبة في الشتة فتمام اوكي بس بي زي ما هو تمام هتلقوا كل حسابتنا على السوشال ميديا موجودة في صندوق الوصفة طبعا يسعدنا متابعتكم بعد كده جبت الخلف وحطيت عليه الامام بعد ما فصلت الجزء اللي من فوق وبفصله برضو من الخلف زي ما انتو شايفين كده علشان آآ انا عاية الجزء دا شفاف احتفظي بالقطعتين اللي احنا شلناهم من الامام والخلف حعمل زي الامام والخلف تاني من الستان عشان البطانة بعد كده حقص من القطعتين اللي انا قصيتهم من الامام والخلف في طبق الطل يعني كل قطعة حقص منها طبق الطل تمام؟ هتعرفي لي دلوقتي بعد كده قصيت القمة من الطل المطرس ودي مقساته نص دوران الدراع زائد زيادة ونص دوران الاسوراء زائد زيادة طول القمة الاساسي حيكون من هنا الهنا 33 سنتي بعد كده طلحت لفوق حوادية 8 سنتي لو في قماش اكتر ممكن تطلعي اكتر تمام بس كانت القماشة دي عملت منها اتنين فستان لخوات فيده ده اللي كف معايا بعد كده من الستان عملت زي جزء كده عشان ابطن بي الطل طوله خمسين سنطي ممكن تقصي كلوش لو معاكي وفرة من القماش وممكن تقصي من عرض القماش زي ما تحبي مرحلة التقفيل طبعا انا بصرفل كل حاجة في الاول بعد كده جبت طبقة الطل اللي هي هتتسبت في الامام بالشكل ده وخيطة على المكنة من هنا تمام والخلف هجيبه برضو واجيب طبقة الطل اللي هتتسبت في الخلف من فوق اللي هي التقفيلة الطل تمام هتعرفي ليه احنا عملنا التقفيلة دي دلوقتي هتسبتي على المكنة من هنا ومن هنا وده بيكون شكلها بعد ما تسبتت على المكنة طبعا بذكوي كل حاجة اول باول بعد كده هتقلبيها على الظهر وبعد كده هجيبي طبقة الطل المطرز وش الطل المطرز مقابل الظهر بتاع الستان من الامام تمام وبعد كده هتسبتي عند دوران الرقبة من الامام على المكنة وفي الخلف برضو هجيبي جزء بتاع الخلف حيكون الظهر مقابل لوشك والطل المطرز الوش مقابل الظهر تمام وثبتي من عند دوران الرقبة طبعا بتعملي تفتيحات تجيح دوران الرقبة بعد التثبيت علشان تريح الدوران وبعد كده بستبتي بقية الطل المطرز على الامام والخلف تمام بالشكل ده بسيب الجزء ده بدون خياطة ما تقفلهوش بالمكانة علشان الطرف ده محتاجينه في تقفيل البطانة بعد كده هتخيطي في الجهات اللي انا بشاور عليها تمام والسيب الجزء ده يعني مش متقفل على المكنة تمام بالشكل ده تقديوه مع المكنة وتخيط يوم وده شكله بعد ما تخيط في الامام يعني ثبت طبقة طل المطرز على الوش تمام اللي هو بتاع الامام والخلف برضو ثبته حبدأ أثبت البطانة في الامام بالشكل ده على الجزء اللي انا الخط اللي انا سيبه في صنطي خياطة بتثبت بالشكل ده تمام وفي الخلف برضو حبدأ أثبت البطانة بتاعة الظهر في الصنطي الخياطة ده اللي انا سايبها بين الطول طبقة الطول الشفافة والستان تمام وكده احنا قفلنا البطونة في الامام والخلف بعد كده بفرد الطب بالشكل ده علشان حبدأ اسبت الامام في الخلف من عند خطين الجنب من الطب الاساسي والبطونة كمان هتتسبت من عند خطين الجنب بالشكل ده تمام زي ما انتم شايفين كده بتغذية المكانات خياطيها تابع معايا كل خطوات التأفيل لان شكل الفنش النهائي هو ده اللي بيحدد لك قيمة البستان وعلى اساس ببداية صعاري بقى شغلك تمام وكده انا قفلت الامام في الخلف في البطونة والطب تمام وبعد كده بفرد طبعا زي ده دي بالمكوى زي ما قلت الكوباكوي كل حاجة اول باول زي ما انتم شايفة كده الفنش بعد كده بقفل من عند خطين الكتف الامام في الخلف تمام بتقفليه مع المكانة وبعد كده قفلت القمة آآ قفلته من عند خط الخيطة بتاع القمة وكمان الكسرات اللي هي من فوق دي هتعرفي ازاي عملتها في القمة التاني ده شكل القمة التاني بحدد طول اساسي بتاع قمة وثلاثين بعد كده بحدد علامة بتبوز بالشكل ده وبعد كده بعمل آآ الكسرات اللي انت ع تشوفيها طبعا بشيل التطريس جهة الخياطة. تمام علشان الابرة ما تتكسرش. يعني كده بعمل مقابل الدبوس اللي انا خطيته من الجنب ده ومن الجنب ده. كسرة من هنا وكسرة من هنا بالشكل ده. وباقي تتدوران من فوق تبداية عملي كسرات زي ما انت شايفة كده. وبعد ما حددت الكسرات بتغذية عن مكانة وتخياطيها وطبعا بتقفلي خط خياطة الكوم. وطبعا بتكوي برضو اول باول اللي انت بتخياطيها عن مكانة. بعد كده جبتش ريت من الطل طويل آآ طبقته بالشكل ده. النص تقريبا اربعين سنتي تمام وهي متطبقة كده آآ بحيس تكون تقيلة معايا طبقة الطل. تمام حبدأ اعملها كسرات كده او كشكشة على المكانة. وده شكلها بعد ما اتعمل كشكشة بطبقها كمان نصين زي ما انتو شايفين كده. وببدأ اركبها في الكوم بالشكل ده بحدد منتصف آآ امام الكوم. والقطعة دي بعد ما طبقتها كمان مرة زي ما انتو شايفين بحدد المنتصف بتاعها. وبركبه في الكوم بالشكل ده المنتصف بتاع القطعة مقابل منتصف امام الكوم. وخياطه على المكانة زي ما انتو شايفين كده. وده شكلها بعد ما اتخيطت. بعد كده هبدأ اركب الكمة في الطب بالشكل ده. بحدد بدابوس منتصف امام الكمة. اه وبعدين اركبه بالشكل ده. منتصف امام الكمة مقابل خط الكتف في الطب. تمام? وحدد اه اسبت بدابوس. وخط خياطة الكمة مقابل خط خياطة الجنب في الطب. حمسك الطب مع البطانة. طبعا بتكوني فردة زيادات في النص بينهم. تمام? في نفس الاتجاهات. يعني هي مفروضة كده. وتبدا يتخيطي دوران الايبت او حرضة الايبت على المكنة. تقفلكم في التوب. تمام? بالشكل ده زي ما انت شايفة كده ده الفينيش. بعد كده جبت الطل وطبقت العرض مرتين. قسمت الطل لست طبقات تحت بعض طول كل طبقة واحد وخمسين سنسي بعرض تلاتة متر. ثم كل طبقتين يتم توصلهم ببعض لتصبح الطبقة بعرض ستة متر كشكشة. تمام? يعني كل طبقتين هيكونوا طبقة واحدة. يعني ست طبقات هيصبحوا تلات طبقات كل طبقة عرضها ستة متر كشكشة. تمام كده. لو الشرح سريع في الجزء ده حاولي تقريك كلمات تاني وانت هتفهمي ان شاء الله طريقة التطبيق. بعد كده جبت الكلوش الساتين. هسيب الجزء المفتوح ده للسستة. وهقفل بقية خط الظهر بتاع الكلوش. وبعد كده جبت شريط جوميه هقفله في دي الكلوش بخيط على الوش الاول وبعد كده بقلبه على الظهر وخيط الطرف التاني منه. وبعد كده جبت الجزء الساتين اللي هو هيكون بطونة للطل. وهي برضه هسيب الجزء اللي فوقه مفتوح للسستة. وهقفل بقية خط الظهر واركب شريط جوميه برضو. ودي اجزاء الفستان طبقة الكلوش الساتين اللي متركب فيها جوميه في الديل ومت كشكشة من عند الوسط. وتحتها آآ طبقة طل عرض ستة متر كشكشة. وآآ متركب فيها شريط جوميه. انا ركبته وبعد كده شيلته. حبيت شكل الفستان من غير شريط جوميه في طل الجزء اللي فات ده. هيتقفل في بعض ويتركب في دوران الوسط بتاع الطب. وجزء التاني ده. لهي البطانة ستان ومعها طبقتين طل بعرض ستة متر كل طبقة. متقفلين مع بعض من عند الوسط. هيتركبه في بعض. يعني الستان وآآ فوقي الطل. وهيتركبه في وسط آآ بتاع البطانة. تمام? يعني الجزء الاولاني هتركب وسط الطب المطرس. والجزء التاني هتركب في وسط البطانة. وده شكل الطب من قدام ومن وراء ومن جوه. تمام? ده شكل الفينش. وطبعا كل حاجة مكوية. والفينش لازم يكون نضيف معاكي. تمام? زي ما انت شايفة كده. بالنسبة لتقفيل البطانة في الطب من عند الجيرو. انا شرحتها بطريقة مختلفة. آآ في فستان قبل كده. تمام? بشكل معقد شوية للمبتدئين. فانا حبيتها بسطها في الفستان ده. تمام? بعد كده هجيب الوسط بعد ما ركبت آآ اللي هو الكلوش. الستان مع طبقة الطل اللي انا كنت هطيت فيها جومية وشلته. تمام? سبتهم في بعض. وبعد كده هابدأ اسبتهم في الوسط بتاع الطب المطرس. تمام? بحدد منتصف امام الطب. وحابدأ اركبه آآ في الجزء ده بالشكل ده. منتصف امام الطب مقابل منتصف امام الجزء الاسفل من الفستان. الشكل ده. آآ واسبت بدابوس. وخط الجنب في الطب مقابل نقطة الجنب في الوسط بتاع الجزء الاسفل من الفستان. تمام? واسبت آآ دوران الوسط بتاع الطب المطرس. في دوران الوسط بتاع القطعتين اللي انا سبتهم في بعض. اللي هي الكلوش. آآ استتان وتحتها الطبقة واحدة من الطل اللي هي بعرض ستة متر. دول هيسبتوا في الوسط بتاع الطب. تمام? بعد كده حقف الخط الظهر بتاع الفستان بالدبابيس بالشكل ده. من قبل الاتنين سنتي اللي انا سيباهم للسستة. تمام? هتقفليهم بالدبابيس. بالطريقة دي. ان شاء الله لو انتي ماشيتي معايا الخطوات آآ خطوة بخطوة. وقت التنفيذ حيطلع معاك الفينش زي ما انا طلع معايا بالضبط. بازن الله. ولو في اي استفسار تقدري تبعاتي على صفحتنا على الفيسبوك. هسيب لك اللينك في صندوق الوصف. بعد ما قفلت خط الظهر بالدبابيس بجيب السستة السحرية. وبيكون ضهر السستة مقابل لوشي بالشكل ده. وببدأ افتح الزيادات اللي انا سيباها للسستة اللي هي الاتنين سنتي. وابدأ اسبط طرفين السستة في الزيادات بتاعت السستة. تمام هي المساحة بتاعت السستة الاتنين سنتي من الجنب ده. ومن الجنب ده بالدبابيس. وبعد كده آآ هتشوفوا انا هعمل ايه? لو متابع معي الفيديو لحد دلوقتي ولسه ما اشتركتيش معنا في القناة. طبعا يسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكل جديد. لو مهتم التفصيل فساتين الاطفال وحب يكون ده مشروعك. تابع قائمة تشجيل فساتين اطفال على قناتنا. بعد ما سبت السستة ببدأ اشيل الدبابيس اللي انا مقفلها بياه خط الظهر. تمام? وبعد كده بفتح السستة. بشيل الدبابيس اللي قفلت بياه خط الظهر مش بشيل الدبابيس اللي مسبتة بياه السستة. تمام? وبعد كده بقفل السستة على المكنة بالشكل ده. بمشي جنب السنون بالزبط. بدا وسط المكنة العادية مش محتاجة دواسة مخصوص للسستة السحرية. تمام? من الطرفين طبعا. بعد كده بجيب البطانة بحدد بدبوس منتصف امام البطانة. علشان حبدأ اركب الوسط بتاع البطانة في الوسط بتاع القطعتين اللي انا قلتلكم عليها. لها طبقة الستان. هتكون بطانة لطبقتين الطل اللي كل طبقة منهم بعرض ستة متر كشكشة. نسيت اصور لكم تقفيل البطانة في الطب من جهة السستة بس انا شرحته في فيديوهات سابقة كتير. وده كان الشكل النهائي للفستان. اتمنى يكون الشرحة كان بسيط وسهل بالنسبة لكم. وتقدر يتنفيزيه باسهل طريقة ويطلع معاكي اقيم من كده كمان ان شاء الله. وزي ما انت شايفة انا ركبت فيونكا كبيرة آآ من الطل في الظهر وفيونكا من الجومية في قلبها فيونكا من الطل المطرز من قدام وعملت زيها فيونكا للتوكا تمام تتحط في الشعر. وآآ بس كده ده كان الموديل بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون عجبكم مستنية رأيكم في الكومنتات. شجعوني ان انا نسل لكم موديلات اكتر وتابعي قائمة تشغيل لافستين اطفال فيها موديلات تانية كتير قيمة الاعمار مختلفة. اتمنى دايما الشرح يفيدكم. خصوصا المبتدئين. اتمنى سهل عليكم البدايات ده شكل البنوطة ما شاء الله ربنا يحفظها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.